اشتركوا في القناة سحب ستنتشر ضمن طيارات غربية جنوبية غربية رطبة من الأقصى الجنوب نحو منطقة تيندوف احتمال لبعض الأمطار على شكل زخات إن شاء الله رعدية لتلتحق خلال واخر النهار على منطقة بني عباس فيخص درجات الحارة الدنيا خلال هذه الليلة دائما منخفضة على المرتفعات فالدرجة دون الصفر كديناميقياس على الهضب العليا الشرقية وكذلك منطقة الجلفة درجتين على العاصمة تيزيوزو والبويرة ثلاث درجات على بشار تسع درجات على ولاية تيندوف ثم درجات على الصهراء الوسطى سبعت عشر درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحارة القسوى دائما في استقرار تقريبا على كافة المناطق الشمالية دائما منخفضة على الهضب العليا الغربية مع تسع درجات فقط ترتفع على كل منتلمسان مستغانم كذلك وهران وعينتي وموشانت التي تقارب الـ 21 درجة 16 درجة على العاصمة 12 درجة على بسكرة المغير وتوغورت 14 درجة على كل من بشار بن عباس وتيندوف 22 درجة على الصحراء الوسطى دائما مرتفع على أقصى الجنوب التي تقارب 32 درجة أما البحر خلال يوم الغد يبقى هادئ على السواحل الشرقية رياح ضعيفة بينما بحر قليل اتراب مطر محليا خاصة على الواجهة السحيلية الغربية هنا رياح تشتد تصلغية لـ 50 كم في الساعة خلال يوم الثلاثة دائما ضمن الطيرات الغربية جنوبية غربية رطبة على منطقة تيندوف وصحراء الوسطى إذن أمطار على شكل زخاتر عادية ستخص كل هذه المناطق بينما المناطق الشمالية ستنتشر على الواجهة الغربية نسبة رطوبة علي من المناطق الشرقية نحو الجنوب الشرقي خلال يوم الأربع إن شاء الله دائما نسبة رطوبة علي مع ضباب على السواحل مع هبوب رياح قوية على الواجهة السحيلية الغربية سحب ستنتشر سوفلة كثيفة أحيانا على المرتفعات والهضاب لكن مرفوقة بأمطار رعدية دائما على ولاية تيندوف والصحراء الوسطى درجات الحارة ترتفع خاصة على الواجهة الغربية خلال يوم الخامس دائما أمطار رعدية ستخص السحراء الوسطى كذلك ولاية تيندوف تحت وقع الرعود لتلتحق خلال أمسيا إلى الهضاب العليا الغربية بينما دائما هبوب الرياح قوية على الواجهة السحيلة الغربية نسبة رطوبة علي مع ضباب من الجنوب الشرقي نحو المناطق الشرقية غرب الشمس اليوم الغد سيكون بحول الله في تمام السادسة وستعشرين دقيقة وهذا توقيت النسبة العاصمة وما جوارها من مدن أشكركم على المتابعة أمسيا طيبة للجميع في أماني